وهنا كان الموقف التاريخي للاعب النادي الأهلي اللي اجتمعوا وأصدروا بيان من تلت نقاط ايه هما؟ تأييد مجلس إدارة النادي في قراراته التي اتخذها إزاء موقف الاتحاد العدائي للنادي وعدم ترك عضوية النادي والانتقال إلى اي نادي آخر حتى ولو طال قرار الاتحاد إلى اي عدد من السنين الاستمرار في مزولة التدريب بالنادي كأن لم يحدث شيئا قرار لعيب الاهلي كان حاسم وقوز وتقديرا للموقف ده قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته المنعقدة يوم 15 يونيو 1955 شكر جميع لاعبي فرق كرة القدم المختلفة لما أظهروه من ولاء وإخلاص وأمانة لناديهم برضهم الانضمام لنوادي أخرى في الوقت ده كان منتخب مصري بيستعد لدورة ألعاب البحر المتوسط والمنتخب حيتأثر طبعا بغياب لعيب الاهلي قرر عبد الرحمن أمين رئيس اللجنة الأولمبية التوسط مرة تانية بين الاهلي والتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن يسحب اتحاد الكرة كل قراراته ويسحب الأهلي استقلته من اتحاد الكرة وده اللي حصل فعلا في أثناء الأزمة لعب الزمالكة آخر مباراتين له في الدورة فاز على الترام أربعة اتنين وخسر من الإسماعيلي بنفس النتيجة وتصدر الدوري برصيد أربعة وعشرين نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي اللي بقي له مطشين قدام الأولمبي والقناة والأهلي محتاج منهم تلات نقطة فقط عشان إيه؟ عشان يفوز بالبطولة لكن الموسم لم يكتمل بسبب ضياع وقت كبير في حل الأزمة وقدامكم على الشاشة جدول الدوري عند الجاوة في الفترة دي